في العراق علاقات مشبوهة وصفقات مالية من وراء الكوالي استعقدها كبرى الشركات الأوروبية والأمريكية مع الميليشيات هذه الميليشيات ذاتها التي تتكلم الدول الغربية عن خطرها وإرهابها لكن عندما يتعلق الأمر بالمصلحة الشخصية تتغير معايير الإرهاب عند هذه الدول عشرون شركة عقاقير وأجهزة طبية أوروبية وأمريكية تطالب المحكمة العليا الأمريكية بحظر المزاعم القائلة إن الشركات ساعدت في تمويل الميليشيات ولسيما جيش المهدي التابع لمقتدى الصدر هذه الشركات جزء من مجموعات دوائية أهمها استرازينكا وفايزر وجونسون أن جونسون وهي تطعن في حكم صادر عن محكمة الاستناف الأمريكية في دائرة مقاطعة كولومبيا الذي اتهم عشرين شركة أمريكية وأوروبية للمعدات الطبية والأدوية بدفع مبالغ إلى ميليشيا جيش المهدي من أجل الحصول على عقود إمدادات طبية ويؤكد المدعون أن ميليشيا جيش المهدي كانت تسيطر على وزارة الصحة في العراق وأن الشركات الدوائية المدعى عليها قدمت رشاوى لهذه الميليشيا من أجل الحصول على عقود إمدادات طبية هذه القضية تؤيد إلى الأذهان قضايا سابقة تتعلق بتعامل مؤسسات غربية مع تنظيمات وميليشيات موجودة على لوائح الإرهاب الأمريكية والأوروبية حيث تولت هذه الجماعات حماية مصالح شركات غربية في قطاع النفط والإسمنت وغير ذلك من المصالح مقابل مبالغ مالية تدفع لها ثمنا للحراسة وبالعودة إلى جذور كثير من الميليشيات الموجودة في العراق تحضر تقارير ومصادر كانت قد كشفت عن تورط مسؤولين أمريكيين في إنشاء هذه الميليشيات ودعمها وغض الطرف عن تعظم قوتها إضافة إلى استخدامها لأهداف أمنية واقتصادية ولا يجانب الحقيقة من يقول لا يوجد إرهاب في العالم إلا وللدول الغربية بصمة في صناعته